موسيقى مشاهدينا ومشاهديك كرن في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث حالة النهاردة الاثنين 16 سبتمبر 2024 للأسف الشديد أمس كان في محاولة اغتيال ثانية للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب والمرشح طبعا لانتخابات الرئاسة في هذا العام 5 نوفمبر هنقول طبعا تفاصيل حول هذه المحاولة وردود الفعل وتأثيرها وهو كان بيلعب جولف في بولم بيتش بفلوريدا وطبعا يعني يمكن ما كانش فيه تصوير زي المرة اللي فاتت لكن الحياة بدأ يصدر بعض الفيديوهات لوقت القبض على منفذ هو الحياة ما أطلقش نور لكن يعني هنعرف النهاردة برضو تفاصيل كلها بالنسبة للموضوع ده إن شاء الله وإيه التهم الموجهة لهذا المنفذ وخلفياته وكل شيء عنه إن شاء الله هنروح بقى لجنوب أفريقيا ولو تفتكروا حضراتكم طبعا الواقع اللي كانت فيها مقتل الثلاث رهبان في الدير بجنوب أفريقيا تم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 نوفمبر وبيقولوا لغاية دلوقتي كل مرة يتكلموا عن تقرير الدييني والبحث الجنائي اللي معرفش هو بياخد قد ايه في أفريقيا ولا هي بتبقى استنبا بس بتتحط كده كخبر كل مرة نتكلم عن تأجيل ودين ايه ودين ايه المفروض بياخد يعني بكتير سبوع يعني ده بكتير قوي المفروض يومين فمعرفش ايه دين ايه اللي واخد شهور عندنا برضو حاجة مستفزة جدا شاب سعودي بياسوب ويشتم راهبات في كنيسة بأوروبا وكان بيكلمهم بالانجليزي بطريقة لزيزة قوي بعد كده بيكلمهم بالعربي بشتائم كمان وهنتكلم برضو عن موضوع الهجرة واجراءات جديدة في ألمانيا وزيارة لستورمر مع ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عشان بحث الأمور الجديدة وأن أمور كلها بالنسبة للحد من الهجرة أيضا بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى واحد ونص مليون جندي وبرضو كان تم الكشف عن إيه هي خطة ترامبل على فكرة لإنهاء الحرب الروسية برضو هنتطرق إليها عندنا كمان فرنسا تترقب الإعلان عن الحكومة وأمال في تشكيلة تخرج البلاد من المأذق السياسي استورمر عنده مشكلة بسبب ملابس زوجته وهنفهم برضو إيه المشكلة بالزبط عندنا كمان اتجاه سوق الزهب مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لحسم الفائدة فالحياة الدهب بيرتفع بشكل كبير خلال الأيام اللي فاتت ووصل لأعلى مستوياتي الحكومة المصرية تجهز لصفقة كبرى في رأس بن عس على البحر الأحمر تفوق صفقة رأس الحكمة اللي كانت مع الإمارات وليل عهد السعودي يعلن ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر كمرحلة أولى كان في حادث صعب لتصادم كتارين بالشرقية يوم السبت الماضي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 49 على الأقل وهنغطي لحضراتكم هذا الحادث بتفاصيله أيضا موضوع الصومال وأسيوبيا ومصر أنباء عن سيطرة أسيوبيا على مطارات جنوب الصومال لمنع وصول الطائرات المصرية والسراع كله على منطقة السود الصومال اللي هي أرض الصومال اللي انفصلت عن الصومال صاروخ حوسي باليستي يصل تل أبيب متخلين صاروخ من اليمن وصل إلى تل أبيب ولم تعترضه القبة الحديدية وقدى إلى حريق ودمار في إحدى محطات المترو وكان فيه أيضا توقف في حركة الطيران في مطار بنجاريان نتنياهو يتوعد برد قاسي السفينة سفن المهمة البحرية الأوروبية العسكرية تحمي عملية سحب السفينة صونيون إلى مكان آمن لأنها بعدما أصيبت بضربة صاروخية من الحوسيين كان بدأ تصرب النفط حشان كده كان فيه مهمة حشان يبتدوا يسحبوها إلى مكان آخر للحماية الجيش الإسرائيلي كان أو هنتكلم عن حقيقة إلقاء الجيش الإسرائيلي لمنشير أو منشورات فوق جنوب لبنان وهم كانوا بيتكلموا برضو في إسرائيل أنهم هيستعدوا لتصعيد أو امتداد الحرب ودخ دخول بري لمنطقة الشمال الإسرائيلي أي جنوب لبنان والحقيقة أيضا في المبعوث الأمريكي هاكستين هو المبعوث الأمريكي للبنان بيصل إلى إسرائيل وكل ده علشان منع التصعيد وعندنا كمان إعلام إسرائيلي بيتحدث عن أن نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع وأن الجدعون ساعر مرشح لخلافته وفي بعض الأخبار اللي قالوا بالفعل تم تنفيذ هذا الأمر اليوم فيه كمان إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بيل قدس أما بقى بالنسبة للطقس كان فيه فيضانات شديدة جدا في وسط أوروبا وأودت بحيات على الأقل عشرة إلى الآن فيه كمان عندنا أخبار عن السودان قصف الجيش لمقر الجيش السوداني أو لمقره يعني بيشعل الجدل في السودان عندنا كمان في مصر فيه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والنيابة تفعل نصوصه بشأن بداء العقوبة الحبس البسيط وده برضو من الأخبار المهمة يا رب وقتنا يسع كل هذه الأخبار بالنسبة لتأجيل محاكمة المتهمين بقتل ثلاث رهبان بجنوب أفريقيا لجلسة 8 نوفمبر المقبل واللي بيتقال كل مرة بالنسبة للتأجيل للتسليم تقرير الدين والبحث الجنائي اللي مش عارفة هو واخد كل الوقت ده ليه قررت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا تأجيل قضية محاكمة طالب الرهبان والراهب الآخر واللي متهمين بقتل ثلاث رهبان بدير ماري مرقص والأنبى سموئيل المعترف في بلدة كولينا شرق بيراتريا بجنوب أفريقيا والتأجيل هيكون لجلسة 8 نوفمبر إن شاء الله وأكد مصدر بجنوب أفريقيا جزء كبير من تحليل الدين صدرت ولكن في انتظار جميع التحليل لعرضها على المحكمة في الجلسة القادمة لحسم الأمور بشأن المتهمين وأضاف أن المحكمة بنسبة كبيرة ستحسم الجلسة القادمة الأمر حيث ترى المحكمة عدد مرات التأجيل استونفز بالتهيأ لي وفكرة إن إحنا تحليل دي إن إيه واخد كل الوقت ده أعتقد يعني برضو دي حاجة غريبة جدا يعني عموما قال لك القاضي أعطى توجيهات للمحققين بسرعة إنهاء كافة الأوراق وأن تقدم أمام المحكمة في الجلسة في الجلسة إن شاء الله المكرر لها 8 نوفمبر وكلنا في انتظار هذا الأمر قدست البابا تودرس خلال احتفالية اليوبيل الزهبي لمجلس كنائس الشرق الأوسط قال أنا سعيد بأن تحتضن الكنيسة الإبطية الأورسزوكسية هذا الحدث ألهام الحقيقة كان اجتماع أو اليوبيل الزهبي لمجلس كنائس الشرق الأوسط كان أقيم مساء السبت بالمقر الباباوي بالكاهرة في ضيافة الكنيسة الكبتية الأورسزوكسية وبحضور رؤساء وممثلي الكنائس الأعضاء مجلس كنائس الشرق الأوسط تأسس عام 1974 وسبق تأسيسه جهود كبيرة في سبيل العمل المسكوني وانتهت بانطلاق المجلس بشكل رسمي عمل هذا المجلس من وقتها من خلال هيئاته وبرامجه المتنوعة على تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات المشتركة بين الكنائس الأعضاء عقدت تحت مظلته 12 جمعية عامة في ضيافة الكنائس الأعضاء واستضافت الكنيسة الكبتية الأورسزوكسية الجمعية العامة الأخيرة عام 2020 في مركز لوجوس بدير القديس الأنباب شوي بوادي النوترون وفي كلماته أثناء الاحذفان اليوبيل الزهبي رحب قدسة البابا توادرس الثاني بالحضور معربا عن سعادته بأن تحتضن الكنيسة الكبتية الأورسزوكسية هذا الحدث الهام بننعي رحيل الراهب القمس يعقوب البراموسي عن عمر الناهزة 70 عام والحقيقة بنعزي كل أسرته وكل محبي وأيضا بنعزي أي حد راح له عزيز عليه هذه الأيام وخصوصا أن كان منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وفيات بأسباب مختلفة لشباب يعني الحقيقة من أماكن مختلفة بنعزي وبنقدم تعزينا وربنا يطبطب على قلب كل حد رحله عزيز عليه الفترة اللي فاتت سواء بشكل مفاجئ أو بعد صراع مع المرض والحقيقة نحن برضو بنقول يجب في ظل موضوع فعلا أن نحن في زمن الاختطاف أن كلنا نكون مستعدين مهاجر عربي ياسب راهبات وعلى الجانب الآخر هناك إجراءات مشددة للهجرة في أوروبا أو للحد من الهجرة في أوروبا للأسف الشديد فيديو مستفز كان نشرة على صفحة الكاتب الليبرالي أحمد عرفات وكان بيوضح أنه شخص يدعى فهد الفرقان ياسب راهبات داخل كنيسة في أوروبا ونشرة وقال أن الشاب ده سعودي مسلم مكيم في أوروبا دخل كنيسة هناك والناس رحبوا به بشكل كويس وتعاملوا معاه بحب بيستغل عدم فهم الرهبات للعربي بيقول لواحدة منهم باتماتنا تموتي خلينا نسمع طبعا وبيعلق أحمد فرحات بأنه الكاتب أحمد فرحات بأنه طبعا شر وقراهية ملهمش حدود وشباب على تويتر ترجموا الكلام وتقريبا هيبعتول السلطات في البلد اللي هو مقيم فيها علشان يرجع الضريبة اللي قاية منها تغريني هذي اللي أجيز إن شاء الله يا رب تموتين اليوم قبل بكرة It's a good word in Arabic Nice to meet you Have you an information to ask This is the point Yes Of the church You want me to pray here For this Yeah okay You want me to pray here I'm going 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 to pray here Let's do it You can't do anything As you saw Bany Adam is a very good friend I hope you can see it And I hope that the country اللي هو مقيم فيها تاخد إجراء And as you said الحياة الكاتب أحمد عرفات بجد يعني أنه هو كلنا بنتمنى أنه يعني أنه بجد يتبعت لسلطات البلد اللي هو مقيم فيها علشان يرجع الزريبة اللي جاي منها أنه حتى يعني بيروحوا وياخدوا معونات وياخدوا كل حاجة موجودة في البلد دي ويستفيد منها يستفيدوا من كل حاجة ومن كل بيعتبروا برضو ده حاجة يعني من حقهم وفي الآخر يكون في هذا النوع من يعني هذه المشاعر الكراهية الغريبة جدا جدا الحقيقة السويد في خطوة بدأت تعمل حاجة الحقيقة يعني ممكن تستغربوا لها بس قد إيه هي عايزة يعني تتخلص من كام المهاجرين واللي منهم بيكون طبعا أنا مش بتكلم برضو بشكل عام أن كل المهاجرين بهذا الشكل بشكل هذا الشاب لكن قد إيه فعلا بيكون مهاجرين نيتهم عمل أعمال إرهابية الكراهية وكل ده وبيستحيلوا يعني أو بيستبيحوا كل الأموال وكل المعونات كأن من حقهم فعملت فكرت في أنها تمنح المهاجرين 34 ألف دولار للعودة الطوعية لبلده غريبة أقدمت عليها دولة أوروبية تشجع فيها شريحة من السكان على مغادرتها بل وتدفع لهم 34 ألف دولار إنها السويد تعالوا معنا نخبركم القصة في السويد آلاف المهاجرين غير الشرعيين ويبدو أن الحكومة اليمينية المناهضة للهجرة غير راغبة ببقائهم على أراضيها وبين سكانها حالياً تقدم الحكومة مبلغ ألف دولار للبالغ ونحو 500 دولار للطفل لمغادرة السويد لكن اعتباراً من 2026 ستبلغ قيمة الأموال المقدمة من الحكومة نحو 34 ألف دولار للبالغ عدد المهاجرين في السويد وصل حتى 2023 إلى مليونين و760 ألفا تقريباً أي 28% من عدد السكان أكثرهم السوريون البالغ عددهم 244 ألفاً يليهم العراقيون وعددهم 195 ألف مهاجر زي ما شفتوا يعني قد إن دولة يعني ما عندهش مشكلة أنها تضحي بالأموال دي كلها في سبيل أنه تعيد المهاجرين دول إلى بلادهم يعني بجد طبعاً هي خطوة غريبة بس هنشوف هل هينجحوا في تطبيقها ولا لا الحقيقة عرفت إن فيه فيديو تاني واشكر زميل إن هم للشاب ده وهو قاعد في كنيسة وبيهدد كمان بالقتل يعني في الكنيسة وبيهددهم بالقتل ما عرفش هل برضو تم الكشف عن هو موجود فين زميلي برضو لو عندكم فكرة للأسف لغاية بلغاية دولة مش عارفين هو فين هي دولة وهو بيعمل كل ده خلين نشوف مع حضراتكم قريب جدا بجد يعني إنه مش ما عندناش أي أخبار إنه هل المفروض يتقبض ده خلاص ده بيهدد بالقتل يعني النهاردة يعني اللي هو إزاي يعني بصراحة ما تمش القبض عليه بسرعة أكيد هنسمع الأخبار ممكن ما تكونش لسه الأخبار يعني وصلتنا حاليا ممكن تكون الدولة دي أخدت إجراءات بس لسه ما تكتبتش باللغة العربية ممكن تكون يعني تعرف الدولة دي مين الولد ده فين أكيد يعني إن شاء الله وابنى تمنى أن ياخد القصاص اللازم وإنه يتم محاكمته ومش بس إن هو يرجع لبلد ويدوله فلوس لا يعني طبعا أنا مش بتكلم إن هو في السويد لكن الحقيقة إن هذا الشاب يجب محاكمته عشان كده بصينا لقينا إن ألمانيا بتفرد إجراءات رقابة مشددة على حدودها البرية وتصير غضب جرانها وده بعد الحادثة اللي كانت تمت على فكرة لو تفتكروا من فترة بسيطة كده كان في حادثة حصل الطعن في ألمانيا وكان حدثتين وراء بعد وكانوا الاتنين مهاجرين من أصول شيشين من أصول برضو يعني في منهم عربية قبل ما نشوف التقرير ده عشان نختم بفكرتنا كان برضو النهاردة في زيارة من ستارمر لروما وبيبحث في إيطاليا مع وزيرة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إجراءات الهجرة اللي نجحت أن تقوم بها وفردتها إلحاء ميلوني على روما والزيارة بتهدف إلى معرفة كيف حققت حكومة ميلوني اليمينية انخفاضات كبيرة في أعداد المهاجرين فيما تعهد الطرفان بتشديد الإجراءات لمواجهة مهربي البشر ووعد ستارمر ووعود ستارمر وتعهدات ميلوني كان أيضا بأنه يكون في عهد جديد من الإنقاذ أو الإنفاذ الدولي لتفكيك هذه الشبكات اللي هم شبكات اللي هم بيمولوا أو يعني موضوع الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر وأنه يكون في عودة إلى نظام اللجوء وقال قبل رحلته إلى روما لا مزيد من الحيل في إشارة إلى خطة الحكومة المحافظة السابقة التي ألغيت لإرسال بعد طالبي اللجوء في رحلة زهاب فقط إلى رواندا وتعهدت ميلوني بشأن حملة صارمة على الهجرة بعد توليها منصبها في عام 2022 بهدف رضع اللاجئين المحتملين عن دفع الأموال للمهربين للقيام بعبور البحر الأبيض المتوسط أو زي ما بيسمون القبر المتوسط وبالمناسبة على فكرة كان زيارة ستارمر قتت بعد يوم من وفاة غرق تمانية من المهاجرين كانوا بيعبروا المانش وكانوا على مجموعة كانوا على برضو قارب مطاطي واتقلب بيوم القارب وغرقوا تمانية الحكومة حكومة بريطانيا كانت المحافظة كانت قبل طبعا حكومة العمال لأنها من حزب العمال كانت الحكومة السابقة وقعت اتفاقيات بعدها الإفريقية فردية لمنع هذا لمنع الهجرة ودفع فلوس للمهربين وفرضت قيود على عمل سفن الإنقاذ الإنسانية وشنت حملة صارمة على المتاجرين واتخذت تدابير راضعة الحياة بالنسبة للجزء الخاص أيضا بالنسبة لترحيل الناس إلى رواندا ده كان الحكومة اللي قبل حكومة المحافظين كانت عايزة أنه أي حد يبتدي ييجي من هربان وداخل وداخل بريطانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية أنهما من غير ما يبحثوا أوراقه يبتدوا أوراقهم كلهم يعني يبتدوا يرحلوهم على طول على رواندا لكن لما جي ستارمر الحياة لغى الموضوع ده وأقرب أنه لازم دراسة كل حالة على حدة قبل الترحيل ولكن طبعا خطوة جيدة جدا أنه هو برضو يحاول ياخد خبرة ميلوني وخصوصا بالأرقام على فكرة أنه الخطة الخاصة بيها كانت نجحة يمكن إحنا النهاردة مش مجهزين لحضراتكم الخطة دي إحنا كنا عرضناها قبل كده بس ممكن برضو نحاول نشوف إيه هي الخطة اللي قدت بفعل بنجاح بالنسبة لكلة عدد المهاجرين اللي دخلوا حاليا اللي بيدخلوا عن طريق إيطاليا ألمانيا بقى أنتوا عارفين المفروض أن أوروبا كلها دول يعني المفروض أن هي دخل على بعضها وانتا ممكن تركب قطر تروح من فرنسا تروح تسافر في أي دولة أوروبية تاني أو من ألمانيا وكذا فالله حصل دلوقتي أنه بعد الحوادث اللي كانت حصلت في ألمانيا قالك لا ما فيش حد هيدخل من أي مكان من الحدود عن طريق أي وسيلة مواصلات غير وهيتم أنه الفحص أوراقه والحياة دي طبعا أثارت هذا الأمر أثارة بشكل كبير جدا الغضب جيران ألمانيا الألمانية بحرية انتهى في الوقت الحالي ولكن بشكل مؤقت ألمانيا التي يبلغ طول حدودها مع الدول التسع المجاورة لها ثلاثة ألاف وتسعمائة كيلومتر ستعيد فرض الضوابط على حدودها اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة ستة أشهر بدأ تطبيق هذا الإجراء بالفعل في شرق وجنوب البلاد وسوف يطبق الآن في الغرب والشمال بما في ذلك الحدود الفرنسية الألمانية لا أفهم نحن داخل حدود الاتحاد الأوروبي القطار يأتي من ستراسبور إلى كيل ولا نحتاج عادة إلى إظهار جواز سفر إنه أمر مؤسف ترهب ألمانيا من خلال هذا التغيير في تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة غير النظامية لأسباب أمنية بالأساس على إثر هجوم زولينغ الأخير والذي كان مرتكبه المزعوم لاجئا سوريا وأيضا بعد تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات الإقليمية كعضو في الاتحاد الأوروبي يجبر القانون ألمانيا على احترام حرية التنقل داخل المنطقة لكن القانون يسمح في بعض الحالات بإعادة فرض دوابط مؤقتة على الحدود ألمانيا بررت هذا الإجراء بمقاومة التهديدات الإرهابية يتعلق الأمر قبل كل شيء بتنفيذ القانون وتطبيق الإجراءات الضرورية من قبل الشرطة الفيدرالية على الحدود وفي المناطع القريبة من الحدود الخطة الأمنية تتم في إطار القانون الأوروبي المعمول به هذا الإشراء لم يحزرد كل الدول المجاورة لألمانيا بولندا مثلا لا تعتبره قرارا إيجابيا إذ وصفه رئيس وزرائها دونالد توسك بالدوابط نروح بقى للمحاولة الثانية الفاشلة لاغتيال ترامب وزي ما قلت لحضراتكم طبعا كل ردود الفعل حول هذه المحاولة فوجئنا الحياة أمس كان الساعة 2 تقريبا بتوقيت فلوريدا 2 ظهرا وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة هذا العام دونالد ترامب كان بيلعب الجولف في بولم بيتش وهو متعود الحياة أنه بيلعب رياضة الجولف فوجئنا بأنه خبر الأول الحياة وكانت دي غريبة جدا وفي انتقادات لهذا الأمر في بداية الأمر قال إطلاق كوي لإطلاق نار بالقرب من ترامب بعد كده قال لك إطلاق النار ليست له علاقة بترامب من بعيد أو من قريب ده خلاف بين اتنين وحصل إطلاق النار بعد كده طبعا تم الكشف عن أنها بالفعل كانت محاولة ثانية لاغتيال الرئيس كان فيه فيديو زميلي كانت بعث لقبض على القبض عليه يعني طبعا هو هنا المحاولة دي المحاولة التانية اللي بتأتي طبعا بعد المحاولة الأولى اللي كانت في تجمع انتخابي في بينسلفينيا الحقيقة أنه حملة الحمد لله لم يصب بأذى وحسب طبعا الإعلان من الحملة المرشح الجمهوري والحقيقة فعلا جهاز الخدمة السرية هذه المرة كان تمكن من أن هو رصد أنه فيه بين الأشجار فوهة السلاح وأنه كان بيستعد المنفذ على فكرة لم يطلق النار كان يستعد الإطلاق النار وعلى بسرعة الكوات الحماية الخدمة السرية أخدت بالها وبدأت تطلق النار على هذا الشخص دون أن تصبه علشان كانوا عايزين طبعا يتم القبض عليه عسرة الموضوع ده كان فيه تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب عسرة على بندقية من طراز AK-47 مع منزار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع جوبرو والكاميرا كان عايز يصور الحياة فر المشتبه به بسيارة سوداء اللوني لكن السلطات تعقبته بعد أن نجح شاهد عيان في تحددها ورئيس الشرطة في مقاطعة بالمبيتش كان بيقول أنه لدينا شخص قيد الاحتجاز وأن ترامب كان بيلعب الجولف وتم طبعا بعد كده هو كان على مقربة من مقره في مارولاجو وبعد ما وبعد ما تم يعني طبعا حمايته كان عايز يكمل اللعب على فكرة زي ما برضو كان طلع بالقبضة الخاصة في محاولة الاغتيال الأولى وقال فايت فايت فهو الحياة كان حتى في تصريحات ليه في مكالمة هاتفية مع قناة فاكس نيوز بيقالوا أنه هو أكتر حاجة متضايق منها أنه هو مقدر في يكمل الجيم لأنه شرطة الحماية الخدمة السرية طبعا كانوا عشان حمايته طلبوا منه أنه هو يغادر المؤتمر الصحفي اللي عقده عمدة مقاطعة بالمبيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أكدوا طبعا المعلومات المشتبه به كان بيحمل بندقية من نوع كلاشنكوف والحياة كان بيحمل كاميرا والكاميرا دي عشان يوصق بيها الحادث كان مختبئ بين الشجيرات في الملعب ترامب كان على بعد 300 ل500 متر الحياة بالرغم من أنه نجح الخدمة طبعا السرية بأنها قدرت تشوف الفواهة دي وقدرت تنقص ترامب لكن كان برضو فيه تساؤلات إزاي قدر يوصل وهو فيه حماية وفيه محاولة اغتيال في سابقة وأنه المفروض الحماية اللي عنده أنه يوصل للقرب من ترامب على بعد 300 ل500 متر اشتبك أفراد الجهاز مع المسلح أطلقوا ما لا يقل عن أربعة خزائن طلقات كان فيه فيديو من قناة الحرة زميلي فيديو قصير معرفش إذا كان زملتي بعتته ولا لأ أو ده كان لسه نازل وده الفيديو الوحيد اللي كان لحظة القبض على المشتبه به كان الحقيقة يعني من من مبارح لغاية النهاردة ما كانش فيه أي فيديوهات من مكان الحادث غير بس الفيديو اللي هما كانوا بيجيبوا فيه لحظة لحظة الحقيقة لحظة القبض عليه الحقيقة يعني كنت عايزة أنا هحاول أبعته لكم زميلي دلوقتي لأنه فعلا ده كان نازل لسه من حاجة بسيطة جدا جدا المهم أنه كان برضو بيتقال أنه الحاجة معلومات بقى كتير عن المنفذ وعندنا برضو تقرير بيتكلم عن منفذ هذا الحادث هنحاول برضو أن احنا نعرضها لحضراتكم الفيديو هبعته لكم حالا زميلي يعني بجد الموضوع أن يكون فيه محاولة اغتيال تانية دي حاجة حقيقي يعني مش طبيعية يعني بجد المهم بيتقال بقى أن هما نجحوا نجح مساعده المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه بيه والقبض عليه اللي هو الفيديو اللي زميلي هيجهزوه حالا التحقيق مستمر مع المشتبه بيه ومثل النهاردة أمام المحكمة الحقيقة في البداية مبارح ما كانش فيه تفاصيل كفاية في المؤتمر الصحفي اللي اتعامل بعد محاولة الاختيال مباشرة لكن بدأ الكشف عن المعلومات دي من قبل الـ FBI أنه اسمه رايان ويسلي راس رايان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكو أنه كان تم الأبد عليه وتم نشر ثوره وتم أيضا معلومات أنه هو كان بيؤيد الحرب بيؤيد أوكرانيا عايز ناس تروحوا جنود مجندين يروحوا من أمريكا ومن أي حتة موجودين جنود أمريكيين يروحوا عشان يدعموا أوكرانيا كان بيدعم ماليا أيضا الحزب الديمقراطي بأموال كتير جدا هو ديمقراطي مسجل ده الفيديو اللي طال زي ما قلت لحضراتكو حصل يعني أنه عرض منذ قليل النهاردة ده أول فيديو يعتبر لحظة القبض على منفذ الهجوم على للثانية الفاشلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو رحنا بقى لل تمام كده زي ما حضراتكم شايفين وحتى الصورة دي هي اللي انتشرت بشكل كبير جدا وحطت التشيرته فوق دماغه بالمنظر ده طبعا يعني لو لقينا التوقيت بتاع النشر هذا الفيديو على قناة الحرة كان يمكن من حوالي ساعتين تقريبا يعني منذ قليل المنفس بقى زي ما قلت لحضراتكو اسمه ياس اسمه رايان ويسلي راس رايان ده عالم أوكرانيا زي ما انتو شايفين مشاهدينا هو الحقيقة عنده 58 سنة معروف بانه سجل نفسه في 2012 كناخب لأول مرة لم يكن منتميا لأي حزب ولكنه قدل بصوته كان ديمقراطي فيه برضو صورة لكم التبرعات اللي تبرع بيها للحزب الديمقراطي كان متورد في محاولة إدخال مقاتلين أجانب إلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا قناة بي بي سي كانت وجدت ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تتطبق مع هذا الاسم تشير إلى أن دعا مقاتلين أجانب للزهاب الأوكرانيا كان بيتكلم عن كل تقريباً يعني بيتكلم عن كل حاجة عن هذا الشخص على فكرة يعني أعتقد طيب الحقيقة أنه كان برضو من ضمن المعلومات كان فيه صور طيب عن السجلات اللي دعم بيها كان فيه صورة هنا بيتكلم عن تجنيد مقاتلين دي الصورة اللي هي بتتكلم عن اللي بتوري لكم كام مرة دعم الحزب الديمقراطي كان درس بجمعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية كمهندس ميكانيكي يعيش في هواي على مدى السنوات الست الماضية أسسها منظمة لبناء مخصصة لبناء رطف السابق لارتكابه جرائم بسيطة شايفين دي الصورة اللي هي كانت من الواحزة الأبد عليه في حديث الوسائل الإعلام الأمريكية ناجل ناجل راس كان بيقول أنه أبوه محب وحنون وأنه صعب جدا أنه يكون تورط في أي محاولة للإغتيال وده برضو كانت الحقيقة يعني شوية زي ما بيقول لكم كده حاجة غريبة قال لك هو كان قبض عليه أكتر من مرة في موضوع مرور في سرقات ولكن أنه استبعد جدا ابنه أنه يكون كان تقبض أنه يكون يعني بينفز فعلا للمحاولة دي زي ما قلتلك في نقطة مهمة جدا ولسه هنشوف كونه مثلة أمام القضاء النهاردة وإيه التهم اللي هتوجه لي لأنه بيقال أنه ذكرت أنه لم يطلق النار كان فيه رسالة المشتبه به لصديق وكشف صديق سابق للمشتبه به في محاولة الاغتيال أنه كان فيه صحفي في مجلة نيوزويك ومقر رومانيا قال أنه انفصل على الرس بعد أن أرسل رسالة يطلب فيها المساعدة في الحصول على تأشيرات للمتطوعين اللي بيريدوا الكتال من أجل فرصة بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية هذا الصحفي وصفه رسالة في بعض الأحيان يشبه الطفل أضف 14 أغسطس 2023 حاول رسالة إحضار بعض الأشخاص من أسيا إلى أوكرانيا لكنهم كانوا بحاجة إلى التأشيرة والتأشيرة ليست بهذه السهولة كان الأمر خارج نتاق صلاحياتي لم أستطيع مساعدته ووصف سيرينيا رسالة وهو بيمثل أمام المحكمة النهاردة كان ظهر وهو هادي ومبتسم ويعني وكأن ما فيش أي حاجة وابتسم راين ويسلي راس وهو مقيد ويرتدي البدلة الزرقاء بينما كان يتحدث معه محامي ويراجع الوصائق قبل ظهوره الأول وكان مكبلا بالأصفاد لكن في يديه وقدميه الصورة التي تعرضت منه شوية بيبقوا دايما عاملين صورة كده بالمرسومة للمتهم مش بيجيبوا الجوة المحكمة يعني مبدئيا يعني لغاية ما بعد كده ممكن يكون في بالزبط ما بيقاش في كاميرات لغاية بعد كده ما يبقى في إذا كان هيتم السماح بإنه يكون في مشاهد يعني أو إعلام يغطي المحاكمة وجهت لرس تهمتي حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي وستسمع حياتان التهمتان للسلطات بإبقائه قيد الاحتجاج الاحتجاج عفوا الاحتجاج مع استمرار التحقيق فالحقيقة إنه الموضوع ده موضوع زي ما قلت لحضراتكم كده موضوع مهم جدا وإنه في نفس الوقت كل دي المعلومات اللي الغاية دلوقتي كنا بنعرفها الحقيقة إنه ده طبعا أصعد على السطح المحاولة الأولى الفاشلة وخلى تعليقات كتيرة جدا الحقيقة منددة من قبل ترامب نفسه من قبل الحزب الجمهوري والرئيس ترامب كان علق على الحادث على شبكة فاكس نيوز وقال إنه خطاب بايدن وهاريس هو السبب في إطلاق النار ليه بقى لأنه كان فيه صورة مهمة جدا وكلام مهم بيقول إنه لازم كل واحد من المرشحين يغير طريقة الكلام بتاعه في الحملة بتاعته وكان بيعتبر إنه ترامب لازم يحط لحملته إنه هو هيدمر الديمقراطية وهيقضي على الديمقراطية وده كان الكلام اللي بيقوله دايما اللي كان بيقوله طبعا هاريس والترامب وبايدن في حملاتهم بأنه لو اخترتوا ترامب ترامب هيقدم هيدمر الديمقراطية مش يكون فيه ديمقراطية في بلدنا علشان كده هو الشخص ده برده كان بيبدأ يعني يحاول يقتل بهذا السبب وده اللي قاله ترامب قال لك إنه يعني منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريدي وقال كمان إنه في رسالة بريد إلكتروني لمانحي إنه لن يستسلم أبدا في عقاب الحادث الرسالة دي وصلت لناس كتيرة جدا لدرجة إن حتى مؤيد بريطاني كان وصلوا هذه الرسالة وخلت حتى مزيعة في قناة العربية كانت مخلية المؤيد البريطاني اللي صحفي البريطاني المؤيد لترامب فتحها على الهوى الحقيقة من موبايله إن الرسالة دي وصلت لكل المؤيدين وبيقول فيها لن يستسلم في عقاب الحادث كانت هناك طلقات نارية في محيتي ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة أردت أن تسمعوا هذا أولا أنا آمن وبصحة جيدة لا شيء سيبطئني لن أستسلم أبدا سأحبكم دائما لدعمكم لي حملة المرشح أيضا دونالد ترامب قالت في بيان بعد الحادث بأن ترامب آمن قال جيدي فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهاي وهو أيضا نائب الرئيس في أعقاب هذا الحادث في منشور على موقع أنا سعيد لأن ترامب آمن لقد تحدثت معه قبل نشر الخبر وكان بشكل مذهل في حالة معنوية جيدة ما زلنا لنعرف الكثير لكني سأعانق أطفالي بقوة الليلة وأطلو صلاة صلاة الامتنين متحدث باسم البيت الأبيض قال أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مدمار الجولف الخاص بطبعا سلفه ترامب وأن بايدن وكملة هارس يشعران بالارتيح بعد التأكد من سلامة ترامب ونددها بالهجوم وقال الاتنين كانت رسالتهم واحدة تقريبا لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف إطلاقا في بلدنا وبايدن برضو قال أمر واحد أريد توضيحه أن الخدمة السرية تحتاج إلى مساعدة إضافية وأعتقد أن الكونجرس يجب أن يستجيب لإحتياجاتها وأضاف أعتقد أننا نحتاج لمزيد من الأفراد أيضا إيلون ماسك كدب طبعا التكنولوجيا والملياردير وصاحب شركة تيسلا الكهربائية والمؤيد لترامب طبعا كان وجه انتقادات بعدما سئل على منصاته إكس عن سبب عدم محاولة أحد لقتل بايدن أو هاريس قبل أن يهزف المنشور نائب أيضا نائبة الرئيس هاريس كانت بتقول أنها شعرت بالقلق وأعربت عن ارتياحها أن ترامب بأمان أما بقى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون كان الحقيقة طالبة بتعزيز الحماية على الرئيس السابق وخصوصا أنه كده تعرض لمحاولة الاغتيال الثانية هو رئيس سابق مرشح جمهوري تعرض لمحاولة سابقة فيجب أن طبعا يتم الاستجابة لهذا الطلب في تعزيز الحماية وأكد أيضا رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن ترامب هو الأكثر تعرضا للتهديد والهجمات لكنه ظل قويا وسيناضل ويقاتل من أجل الشعب الأمريكي قال جونسون أن الكونجرس سيتحرك بسرعة لتخصيص الموارد والقوى العاملة المطلوبة لحماية الرئيس السابق وكذلك مسألة وزير الداخلية عن سبب وصول منفذ بحاولة الاغتيال إلى مسافة قريبة من ترامب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي ورئيس الوزراء البريطاني كيريس تارمر ومن أوائل قادة العالم الذين دينوا محاولة الاغتيال والكريم لنعتبر بأنها مؤشر على أن معركة الانتخابات الأمريكية تحتدم ميلانيا ترامب سعادت الاتهامات ضد الاف بي آي والحقيقة أنه كان برضو تحدثت عن أسرار جديدة قبل الانتخابات الأمريكية غير مألوف خرجت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقطع فيديو مثير للجدل لتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك خصوصياتها خلال مدهمة منزلها في فلوريدا حيث كان يتم البحث عن وثائق سرية احتفظ بها زوجها بعد مغادرته البيت الأبيض ظهرت ميلانيا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة X وهي تروج لمذكرتها الجديدة التي ينتظر أن تكشف أسرارا مثيرة وتفاصيل خفية عن حياتها في البيت الأبيض المقطع بدأ بمشهد يسلط الضوء على التعديل الرابع في الدستور الأمريكي الذي يضمن حماية المواطنين من عمليات التفتيش والضبط غير القانونية ثم توجهت السيدة الأولى السابقة برسالة مباشرة إلى الشعب الأمريكي لما تخيل يوما أن تنتهك خصوصية بهذا الشكل هنا في أمريكا لقد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل وفتش متعلقات الشخصية هذه التصريحات تتزامن مع الذكرى السنوية لمدهمة مارا لاكو في عام 2022 والتي أسفرت عن توجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب بسرقة وثائق سرية الفيديو يعد جزءا من سلسلة منشورات تعزز ترويج مذكراتها المرتقبة والتي قد تحمل مفاجآت غير متوقعة ميلانيا أكملت حديثها العاطفي قائلة ما حدث لي ليس مجرد قصتي إنه تحذير لكل أمريكي يجب أن نحم حقوقنا وحرياتنا كما لم تتردد في تعبير عن استيائها من الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة ومحاولات إسكاة زوجها في مقاطع سابقة ومن المتوقع أن تصدر مذكرات ميلانيا ترامب قريبا لتضعها في قلب الساحة السياسية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة مما قد يزيد من حدة التوترات يمكن كان فيه فيديو زمالي بتعرضوه كان مكتوب عليه قناة الحدث أعتقد أن يمكن يكون ده كل المعلومات هو الفكرة برضو كان فيه الفيديو اللي احنا عرضناه من شوية المنفس كان طالع في فيديو بتكلم فيه عن دعم أوكرانيا هو كان باللغة الإنجليزية كانت قناة الحدث والعربية كانوا ترجموه لا واحد تاني من شوية كان مكتوب عليه الحدث كده من الجمب الترجمة دي برضو كان هو في النهاية كلامه كله أنه هو ضد سياسة ترامب في موضوع أنه في موضوع أنه يعني أنه ضد ترامب وضد سياسته وأن ترامب هيبهدل الديمقراطية وأنه كل ده أعتقد بتايالي هو ده الفيديو مش عارف إذا كان موسيقى ولا بصوت لأنه ده كان هنا برضو بيورينا كل الموضوعات اللي ليها علاقة ب اللي هي علاقة ب أنه طبعا برضو بيوريكم أنه هو كان بيلعب الجولف برضو التساؤل التاني منين عارف هذا المنفذ أن ترامب بيلعب الجولف في الوقت ده يعني فيه سؤالين الحقيقة محتاجين الرد عارف منين أنه هيلعب الجولف الحاجة التانية أو أنه موجود في يعني بيلعب والحاجة التانية إزاي قدر يقرب منه بهذا الشكل وزي ما قلتلكه طبعا أنه الأمر اللي هو كان ليه علاقة بأوكرانيا بيدعم أوكرانيا ضد ترامب بشكل كبير جدا هيتضح بعد أول جلسة النهاردة إيه هي التطورات في هذا الشأن وإذا كان ممكن يعني يتم زيادة الحراسة الخاصة بترامب أيضا التأثير على حمل ترامب وهل ده هيأثر هو كتير جدا علاقه وقاله أنه بالتأكيد بعد ما كان في استغلال لمحاولة الاغتيال الأولى من قبل ترامب وحملته بأنه يطلبه أموال أو أنه يكون فيه دعم أكتر هم هم المؤيدين بيتعاطفوا معها أكتر هل ده ممكن يجذب مؤيدين أكثر أو أصوات أكثر من الأصوات في الولايات المتأرجحة ولا لا كل دي أسئلة أعتقد أنه مهم جدا أنه هنتبعها ونشوف هل هتأثر على استطلاعات الرأي هل ترامب وحملته هيقدروا يستغلوها بشكل جيد الفترة اللي جاية لأنه فعلا لم يستغل المحاولة الأولى حتى في المنظرة وأنه فعلا أنه يعني يعني اللي بيتعرض لمحاولة الاغتيال مش عمر لبايدن ولا هاريس ولا أحد هو دلوتي دي المحاولة التانية لترامب وأنه العنف دايما بيجي من قبل هؤلاء وأنه احنا بنكتشف في الآخر أنه هم مؤيدين للديمقراطيين هل ده ممكن يفرق في الفترة اللي جاية أو في أنه حظوظ ترامب تكون أقوى لكن بشكل خاص أو بشكل عام عفوا أنه هذه الانتخابات زي ما الكريملين قال كده بتشتد احتداد وأنه ممكن تكون المنافسة قريبة جدا من بعضهما البعض المناظرة ترامب كانت تحدث عن الأمور الخاصة بالموضوع بالنسبة لأكل القطط والكلاب والحيوانات والبات يعني أو البط والكلام ده في المنطقة اللي هي منطقة سبرينج فيلد الفترة اللي فاتت حصل موضوعات كتيرة جدا والحقيقة أنه قالوا أنه كان في سبرينج فيلد ناشطة اسمها كلارك ستايت كانت أعلنت أنه الصفوف الدراسية هتبقى موجودة عن بعد خلال هذا الأسبوع لأنه كان فيه تهديدات بقنابل وإطلاق نار نهاية الأسبوع وده كان اليوم الرابع على التوالي من التهديدات اللي بتفيد بأنه فيه تفجيرات أو أشكال أخرى من العنف استهدفت مبنى البلدية المحلي والمدارس وجامعة في منطقة سبرينج فيلد اللي هي طبعا اللي كان ذكر عنها الرئيس في المناظرة الرئيس ترامب في مناظرته بأنه المهاجرين الهايتيين بيستولوا على الحيوانات اللي بيربوها المواطنين هناك وبيتبحوها وبياكلوها المهم أنه حصلت شكاوى من ضغوط متزايدة على البلدية في مدينة سبرينج فيلد وتوسعت بشكل كبير إلى اتهامات بغزو مهاجرين هايتيين غير شرعيين أنه هم بيقال برضو أن ما كانش فيه أدلة لهذا الأمر وأنها شائعات لكن تسببت فيه توطر كبير جدا الهايتيين اللي بيقتنون المدينة كانوا صرحوا لوكالة فرانس بريس بأنهم يخشون على حياتهم الحاجة الثانية اللي فيها برضو تعليقات على من بعد المناظرة أو يعني نقدر نقول ندي ردود فعل ما بعد المناظرة كان منشور غريب ترامب سخر من تيلر سوفت بعد تأييدها وهي طبعا بعد ما خلصت المناظرة مباشرة كانت كتبت على صفحتها أنها بتؤيد نائبة الرئيس كامالة هاريس والمرشحة الديموقراطية وده كان برضو الحين تقضها ترامب في منشور وده مؤشر على ارتفاع مستوى العداء بين تيلر سوفت وبين الرئيس دونالد ترامب وأن هي كان هاجمها دونالد ترامب وأعلن هذا الهجوم مباشرة على صفحته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلت لحضراتكم احنا طبعا كل الأعين وكل الأخبار دي لها علاقة بعد ما بعد المناظرة والانتخابات الرئيسية وأن احنا هيكون هنركز بإذن الله الفترة اللي جاية برضو على الولايات المتأرجحة وإلى أي مدى توقعات في الولايات المتأرجحة لفوز أيا من المرشحين وبأكد عليكم الولايات المتأرجحة السبع ولايات المتأرجحة وعلى رأسهم بين سلفينيا وويسكنسن وتكسس كل دي ولايات المفروضة أن هي بيحاولوا فيها المرشحين أن هما يكسفوا الحملات الانتخابية وأن هما دول اللي بيحساموا الأمر وليست باقي الولايات باقي الولايات الخمسين ولايات ديمقراطية معروفة تماما ولايات جمهورية العين والاتجاه على الولايات المتأرجحة رئيس الأوكراني ما زال يكرر ويستنجد بالغرب وأن هو بحتاج إلى قذائف مدفعية ومحتاج إلى أسلحة حيث كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي لشبكة CNN الأمريكية أن قذائف المدفعية نفذت من عشرة ألوية في الجبهة الشرقية للحرب مشيرا لأوكرانيا مشيرا إلى أن نصف الألوية في الجبهة الشرقية غير مجهزة بالأسلحة وقال أن الوضع في الجبهة الشرقية صعب جدا مشيرا إلى أن بلادي تتكبت خسائر فادحة بسبب تأخر الأسلحة من الغرب حذر الرئيس الأوكراني أن مساعدات العسكرية من أوروبا وأمريكا تصل بمطء شديد جدا وكان الأحد أمس شهد تصعيدا على الجبهات الروسية الأوكرانية فيما يحاول الجيش الروسي باست السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية بالاستعانة بالنسبة طبعا بقوات من كييف لصد الدب الروسي والسعي للدعم العسكري الغربي في آخر التطورات الميدانية كان هناك شخصين قتل في هجوم ساروخي على مدينة أودس الساحلية وتبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة وزارة الدفاع الروسية قالت أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة سبعة مناطق روسية على الجانب الآخر يعني زلنيسكي بيطلب دعم وأسلحة وبوتن بيأمر بزيازة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 15 مليون عفوا إلى 1.5 مليون جندي فيه بقى موضوع جندي كان حاجة غريبة جدا أثناء كان جندي روسي نجا من كنبيلة أسقطتها موسا يرى أوكرانية وأثناء ما هو كان فيه قيلولة كده في منطقة الحرب وبعدين بعد كده عادي أكمل يعني تلقها بإيده كده ورح رميها ورح أكمل نومي عادي جدا قبل انفجارها ورجع نام تاني يعني بصراحة كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لخطة ترامب الرئيس الأمريكي طبعا وعد أكتر من مرة بأنه سينهي هذه الحرب بمكالمة هاتفية أو أنه قادر على إنهاء هذه الحرب وكشف عن أنه هيكون فيه الخطة بتاعته بتشمل أنه يكون فيه منطقة منزوعة السلاح ضمن طبعا الأراضي الأوكرانية التي بتحتلها القوات الروسية وكان برضو شدد على أنه المنطقة دي هتكون محصنة بشدة حتى لا يخزوها الروس مرة أخرى وأنه محددش برضو مين اللي هيسيطر على المنطقة دي وقال أنه خط الترسيم الحالي سيبقى على حالي أضاف أن جزء من خطة السلام يقضي بمحافظة كيف على استقلالها مقابل الحياد ما يعني أنها لن تنضم إلى حلف الشمال الأطلسي أو غيره من التحالفات الخطة دي نهج معارض الحياة بشكل جزري لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية حيث طبعا وقف الرئيس الديمقراطي إلى جانب كييف وقدم لها المساعدات العسكرية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفروض أن الاجتماع اللي هيحسم فيه أسعار الفايدة هيكون يوم 17-18 من هذا الشهر وصلت توقعات بإجراء أول خفض للفائدة منذ عدة سنوات اختلفت التوقعات ما بين أنه هل هيقللوها 25 نقطة وبعدين يبقى فيه اجتماع تاني 25 نقطة ولا هيقللوها 50 نقطة مرة واحدة والحقيقة أدى هذا تزايد احتمال الفيدرالي بأنه هيخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس أدى هذا الارتفاع أسعار الدهب وأنخفاض مستويات الدولار والدهب بيتأثر بتراجع أسعار الفائدة اللي بتقلل تكلفة الفرصة البديلة للذهب وفي نفس الوقت برضو وكالة فيتش للتصنيفات الاقتمانية كانت رفعت التصنيف الاقتماني لتونس إلى بلاسي سي وليعكس أيضا أصدقاء المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها عندنا برضو طبعا بفكركم أنه أوروبا كانت خفضت الفائدة الفترة اللي فاتت مرتين بتصبق هذه الخطوة الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة لمصر الحكومة المصرية بتجاهز لصفقة كبرى في رأس بناس على البحر الأحمر وبيقال أنها ستفوق صفقة رأس الحكمة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية الشريف الشربيني قال أن منطقة رأس بناس تتمتع بوجهة بحرية مميزة إلى جانب موقعها الجغرافي وأن المنطقة دي بحكم موقعها على شطئ البحر الأحمر أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم بها لسان بحري جعلها شبه جزيرة يمتد بطول 50 كيلو متر داخل مياه البحر الأحمر وبالتالي دي حاجة كويسة جدا وجيدة طبعا من أجل التوسع في هذا الأمر كان فيه تفاصيل أكتر عن هذا المشروع بس يمكن الوقت ما يسعفناش الحياة النهاردة أن نعرضها لكن هذا الأمر مطروح ولسه لم يتم الانتهاء من هذه الصفقة أما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان في اجتماعه مع مستثمرين سعوديين كان قال أنه يوجد 5700 شركة مصرية في المملكة السعودية وحللنا 81 من 95 مشكلة لاستثمار السعودي في مصر وبعدها لقينا ولي العهد السعودي يعلن ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر كمرحلة أولى وأعرب أيضا ولي العهد السعودي عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية في الفترة القادمة وسمنا الجهود المبزولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية كان برضو عندنا الحازم قلت لكم فرنسا بتتراكب الإعلان عن الحكومة وأمال في تشكيلة تخرج البلاد من المقزق السياسي قبل ما نعرض هذا التقرير خلينا برضو نفهم إيه اللي حاصل بالنسبة لستارمر رئيس الوزراء البريطاني كيري ستارمر بيواجه تحقيقا بشأن خرق محتمل للقواعد بعد أن كان فيه واحد من المتبرعين من حزب العمال دفع تمن ملابس زوجة ستارمر وعنها بدأت يبقى فيه الأعين تتجه إلى ستارمر بأنه كده يعتبر خرق القواعد سجلات مالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني المجلس العموم البريطاني بتقول أنه تلقى عدة تبرعات بتشمل نظارات وملابس عمل وإقامة وأن وسائل علام بريطانية قالت أن التبرعات دي كانت الحقيقة ما كانش فيه إفصاح عن الملابس اللي أعطيت لزوجته وبعد كده تم كل الأعين دلوقتي قواعد السلوك في مجلس العموم بيتعين على عضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يريد أن يظهر هو زوجته في أفضل صورة أمام الشعب البريطاني فدي كانت من الحاجات الحياة المهمة بالنسبة لموضوع ستارمر عشان قلت لحضراتكم وأقوله لكم بالنسبة لأيضا الحكومة الفرنسية الجديدة في ترقب وأمل وينتظر الفرنسيون الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة في ظل مشهد سياسي اختلطت فيه مكونات مختلفة بعد انتخابات التشرعية اللي كان خسر فيها طبعا حزب إيمانويل فرصته في أن هو يكون المسيطر على الحكومة وكمان الفرنسيين بيعولوا على خبرة وحنكة ميشيل بارنييف العبور بفرنسا من هذه المرحلة والتغلبات على التحديات الكبيرة اللي بتفرضها طبعا اللي بيفرضها الواقع السياسي الحالي في أمريكا كان حصل ماشهد غريب جدا وتم انتشاره على مواقع التواصل اجتماعي تحطمت استضم كتار شحن بمكتورة كانت تحمل مدفع أمريكي من نوع هاوتسر وده كان في ولاية كارولينا الجنوبية وبصوا حضراتكم اللي حصل للمدفع لدرجة أن بعض القنوات كانت بتقول تحطم وكأنه مصنوع من الكرتون يعني بصوا المشهد ولفة العربية والمشهد طبعا يعني كأن فعلا المدفع ده كرتون يعني وتحطم بشكل كبير جدا في إيران عامين على وفاة مهسة أميني والحياة ظاهرات وناس بدأت بنات بدأت تظهروا سيدات وهم بيقلعوا الحجاب وبيحرقوا وكل ده كان مشهد الحياة تحول بعد أكثر من أربعة عقود على قيام الجمهورية الإسلامية وفيه استعادة للذكرى تزاقي طبعا مناهدوا السلطات في إيران وجدوا أنفسهم أمام واقع قاتم الحقيقة وبيحاولوا جاهدين أنهم يغيروا هذا الواقع كان فيه بقى خبر تاني عن نجم منتخب سعودي سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي صباح الخميس ما بين التساعة والعشر صباحا ولغاية دلوقتي علامات استفهام ومطالبات بأنه يتم تحقيق لما الذي حدث لنجم منتخب السعودية يفهد المولد تصادم الكتارين بالشرقية أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل أو يعني لغاية دلوقتي إن شاء الله رب ما يكونش في حاجة في الصعبة من المصابين يعني أو لكن المشهد كان صعب جدا أنه الكتارين اللي يعني دخلوا في بعض مدينة الزقزية محافظة الشرقية شهدت يوم السبت حدث تصادم مروع بين الكتارين أمام الكبرى الجديد بالمدينة وزارة الصحة المصرية علنت ارتفاع عدد مصابي الحادث إلى 49 مصاب وتسجيل ثلاثة وفايات وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن كتار ركاب رقم 281 متجه من الزقزية للإسماعيلية استضم بكتار رقم 336 اللي كان متجه من المنصورة للزقزية عنده بلوق خمسة بمدينة الزقزية لحظات صعبة محاولات الإهالي انتشال المصابين عقب وقوع الحادث رئيس وزراء مصطفى مدبولي توجه وزارة التضامن بتكديم مختلف أوجه الدعم اللازم الأجهزة الأمنية تحفزت على عامل التحويلة واعتبروه هو المسؤول عن اللي كان في من موقع الحادث وللتحقيق معه الوقوف على أسباب الحادث النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لمعرفة أسباب حادث التصادم واللجنتين لجنة خمسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمجلس أو المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية واللجنة الثانية من هيئة السكك الحديد برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية للمحطة مصر ومهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطرين اللي بيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة ومعاينة محل الوقع وكل هذه الأمور طبعا ورفعها التقارير إلى النيابة العامة كان في حادث آخر انكلاب أوتوبيس بكل 43 سائح بطريق السويس القاهرة وأيضا مصرع وإصابة 28 عامل في انكلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمينيا بعتذر أن احنا ما قدرناش نكمل لحضراتكم الوقت بيعدي بسرعة جدا لكن إن شاء الله الحلقة القادمة هيكون عندنا أهم الأخبار والمزيد من الأحداث ومرأة الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة